أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله التركي أن ولاة الأمر حريصون على الاهتمام بالمرأة ولذلك فإن الأمر السامي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة نص على تشكيل لجنة لوضع الضوابط والترتيبات ولاة الأمر حريصون كل حرص على ما يتعلق بعفاف المرأة على كرامتها على الاهتمام بها ولذلك في الأمر السامي الذي صدر أن هناك لجنة ستدرس هذا الأمر ستحدد الضوابط ستحدد الترتيبات كيف يتم التعامل مع المرأة في قيادة السيارة مثلا التعليم هل التعليم في المملكة له نظير بالنسبة للنساء له نظير في العالم الآخر لا بدل لا ليس له نظير فتعامل مع المرأة سواء في المجال الوظيفي في مجال التعليم في المجال الصحي في أي مجال ينظر للجانب الشرعي الجانب الشرعي وبخاصة النصوص القطعية الصريحة أما الإجتهادات كما قلت والآراء فهذه محل بحث ومحل مناقشة ولا إشكال أن تبحث وتناقش وأن يأخذ ولي الأمر ما يرى فيه المصلحة ترجمة نانسي قنقر